بجدد ترحيب بحضراتكم في البيت الكبير فقرتنا الحوارية الأولى هنتكلم عن المباراة طلع الجيش وزي ما قلنا لحضراتكم كلنا غير راضيين عن الأداء النادي الأهلي في هذه المباراة فيه سلبيات لكن كمان فيه إيجابيات هنتكلم بلغة الأرقام ولغة الأرقام دايما بتدينا مؤشره بتدينا كمان سكة إن شاء الله لطريق المستقبل ومن فيش أفضل من كريم سعيدي يكلمنا عن هذه الإحصائيات وهذه الأرقام من خلال تحليله الرائع بنرحب بك يا كريم مسائكة نهاني مسائكة لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي وفي كل أحوال أكيد لازم يقول مبروك احنا كسبنا طبعا أكيد احنا كسبنا في ألف مبروك طبعا للفريق والجمهور النادي الأهلي ولينا كلنا أكيد طبعا فيه سلبيات ومحدش المعظم طبعا أكيد مش راضي عن المشهد كان مباراة الأداء أكيد التزابزو بتواصل للمباراة الثانية على التوالي ولكن طبيعا إحنا محتاجين نحلل عشان نفهم عشان نطلع بالعلاج يعني لازم أكيد نحلل إيه المشاكل في الفرقة ونحلل بحاجتين بالصورة والأرقام عشان تبقى بس الأمور واضحة والناس يعني بقوا شايفين الصورة بشكل جيد عشان برضو نبقى فاهمين كويس جدا طبعا إحنا بنحق قررنا تاني لو قررنا الجمهة احنا قلناها بعد مباراة سنبا اللي ياخد أو يقرر أن هو يحب يحلل أداء فرقة لازي يكون منصف ومطلع على كافة الأمور وحتى لو افترض شيء ولا أن في حاجة بتقول لرجع في افتراضك ده لزاما عليك أنك ترجع صحيح صحيح وده الحق يعني يحقون الحق أن أنت لما تقول رأيي أو أنت مثلا تقيم لاعب أو مدير فني في مباراة لسبب ما وتيجي في مباراة اللي بعديها تلاقي أن فيه أمور ظهر الجديدة احنا لزاما علينا أو على هذا الشخص يقول لا والله لا دي واحد يا جماعة احنا فيه نقطة النهاردة لازم نقولها عشان كمان نبقى منصفين في التحليل اللي احنا بنقوله صحيح طيب قبل ما نروح لطلاع الجيش نعم يعني عايزة أخد رؤية فنية كده سريعة للمباراة الثالثة في مجموعة النادي الأهلي وانت عارف طبعا سيمبا يعتلى المجموعة بستة نقاط يعني فيتا كلاب بثلاثة نقاط متساوي مع النادي الأهلي نعم وفي المؤخرة المريخ يعني يوم يوم مهم جدا جدا طب اليوم الثالث في المجموعة أو المباراة الثالثة في المجموعة الأهلي هيلعب فيتا كلاب وسمبا هيلعب المريخ طب سريعا تقييمك للجولة الثالثة من مجمواتنا سريعا يكفي أن نعرف أن فيتا كلوب خلص ماتشو في السودان وخد طيارة وبدلا ما يروح على كنشاسة ويروح على كونغو راح واخد الطيارة وجي بيها على مصر بيعتقد في مدة تسبق المباراة بحوالي ما يقرب من أسبوع كامل لين هو عشان يتضرب على الأجواء وعلى الملاعب في مصر وياخد على الجو هنا في مصر ما يجيش بيومين أو ثلاث يام ده يبين لنا إزاي فرقة أو بعثة فريق فيتا كلوب مهتمة جدا جدا بالمباراة طبعا هم قدموا مباراة رائعة قدام المريخ السوداني لعبوا في نفس التوقيت اللي احنا كنا بنلاعب فيه سيمبا وقدروا هم يكسبوا بأربع أهداف رغم كانوا متأخرين بهدف في أول عشر دقائق لما الفريق فعلا بيلعب كرة حلوة وقدروا هم طبعا رغم أنا كنت بصراح كلنا كنت مرشحين النادي المريخ بالأخبار اللي احنا سمعناها والصحبات لكن بصراحة فعلا الفريق مستوى الفني عنده مشاكل كتيرة وبالتالي فيتا كلوب بدأ يعني يكون سلاسي تنافسي في المجموعة مع النادي الأهلي وسيمبا بالنسبة للمباراة الأخرى مباراة سيمبا والمريخ طبعا النادي سيمبا واخد دفعة معنوية هائلة ستة نقاط تلات نقاط في الجاة أولى خارج الأرض من كانشاس أمان فيتا كلوب وفوز على تالت العالم وطبعا فوز عمل ضجة كبيرة في أنحاء القارة الأفريقية وبالتالي الدفعة دي هتخليوا أن هم يحاولوا يحسنوا التلات نقاط قدام المريخ عشان يوصب تسع نقاط يعني العلامة الكاملة من أول تلاف مباراة في مرحلة الزهاب أكيد بتخلي سيمبا يضع يعني قدم المساق في التأهد للدور القادم فبإذن الله بإذن طبعا إحنا عايزين نخرج من الدوامة بتاعة الحسابات وحسابات برما والأمور دي إن شاء الله إن شاء الله نحاول أن احنا بإذن الله نحسم النقطة السادة لنا بإذن الله يوم السابت الجاة إن شاء الله نرجع لمباراة طلاع الجيش زي ما أنت قلت كريم كلنا مش راضين عن الأداء العام لفرقتنا في بعض السلبيات أكيد برضو في بعض الإجابات لكن عايز أعرف رؤيتك من النواحل السلبية اللي أنت رصدتها في مباراة طلاع الجيش أنا حاول كابتن هنا في البداية نغار الأدوار تمام هعمل أنا الموزيع حلوة تعال أنا أمور حضرتك أنا أمور أول سؤال لحضرتك هل في أي اختلاف أن نجمي النادي الأهل المبارح كانوا محمد الشناوي وجونيور أجي أكيد لا حلوة محمد الشناوي مركزه حارس صح مصبوط وجونيور أجي لاعب وينجر ويبقى له فترة كان بيعاني من الإصابة خصوصا طبعا أكيد واضح جدا 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 جون أجي مباراته قدام نادي الزمالك في فاينل الدولة الأبطال مبارات التتويج بالتاسعة كان مواضح جدا هو متأثر لحد ما بإصابة وبعليها بعد المباراة دي غاب فترة ورجع أعتقد يعني فت فعلا بشكل مميز جدا في المبارات الأخيرة وعشان كده هو ظهر بالمستوى وبالتالي لما نقف على السؤال لما سألته حركة دي كابتن هاني حنجد نقطة مهمة جدا وهي إن برحلة بنشيد بالحارس اللي هو أقل اللاعبين إجهادا الحارس صعب جدا إن الحارس يتعقول أنا مجهد من توالي مبارات لأنه بيزلش نفس المجهود اللي بيزله اللاعب على المستوى البدني لعلى المستوى الزهني آه بيبقى في إرهاك لكن على المستوى البدني لا طبعا أقلم اللاعب صعب نفيش مقارنة بين اللاعب جميل جدا وجون أجيق راجع بعد فترة من التعاد عن المبارات راجع فت قوي 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 بشكل مميز جدا سواء بدني أو حتى فني صحيح وبالتالي هو قدر إن هو مبارح بالسولورول اللي عمله مبارح ده المجهود الفرد الرائع يعني الضوء عمل مبارح الأجيق عمل دفاع وعمل هجوم ده فيه هجمة أطحة وحولها من هجمة عن نادي الأهلي لهجمة للنادي الأهلي وعمل هو الأسست من على الطرف عمل كل حاجة وبيبقى إيه لا إن أجيق كان في كومب مستوى لما نبص يا كابتن هاني بقى للمراكز التالية نين مراكز المساكين أيمان أشرف وبدري بنون هما طبعا اثنين مساكين أقل برضو من مراكز أخرى في الإجهاد لأن المساك ما بيجريش وبيعملش سبرينتات للأمام أو حتى سبرينتات عرضية زي بقيت المراكز ده أمر صحيح صحيح وخاصة دايما النادي الأهلي هو بيكون عنده استحواز وبالتالي الفرق اللي بتهجم النادي الأهلي كتير أو بتعمل ضغط كتير على النادي الأهلي ما بيكونش كبير وبالتالي مجهود بدر بنون وأيمان أشرف معقول مش هقول أوبرلودي يعني صحيح بس بدر بنون عانى من إصابة عضلية في بداية المباراة لما عمل تاكلينج على الأرض ووضح إنه برضو إلى حد ما متأثر بتوالي المباراة والضغط المحتوظ عليه طيب لما نروح بقى على الفول باكس هنشوف محمد هاني اللي احنا طبعا كلنا بلا استثناء حتى اللي بيشيب محمد هاني دايما أو بينتقدوا كلنا اتفاقل إن محمد هاني كان أحد نجوم النادي الأهلي في مونديال صحيح وقدام بايا المونيخ وقدام بايا المارس وقدام الدحيل قدم مباراة ممتازة جدا 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 محمد هاني مباراة كان واضح جدا عليه الإجهاد واضح جدا 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 عليه إجهاد طيب عايزين بقى نقعد كده نمسك وراء وقلم ونشوف الأسماء التالية لها أولاد محمود وحيد بقى له فترة قاعد على الدكة وبالتالي في مباراة الأخيرة بدنيا هو كويس ربما يكون في بعض المشاكل الفنية لكن بدنيا رائع نروح لخط الوسط حمد فتحي وعمل السلية كان واضح إن فيه إجهاد شديد جدا بان في إيه بان نحن كنا اوتوف بوزيشن في خط الوسط كتير في مباراة سيمب ومباراة طلاقع الجيش وبسبب ده خسرنا الكرة التانية اللي كنت باتكلم فيها الكرة التانية وأنا بأكد كلامك إن عملية الضغط اللي النادي الأهلي كان مميز بيها في نص الملعب قلت في الفترات الأخيرة جدا وبالتالي اللي بيتفرج حاسس إن فيه مساحات في وسط الملعب نتيجة عدم ضغط عدم ضغط قوي من عمر السلية ومن حمد فتح وبالتالي كابتن هاني حولنا الضغط بتاعنا الحمد الكريعي دايما اللي كان بيميزنا لتحليق بينا بنحل أكتر ما بنضغط ده بسبب إيه إن إحنا بدنيا مش قادرين دي الحقيقة نروح بقى الأهم بإسم اللي بيدور عليه إمبارحة بالغاية النهاردة الكلام الكتير والتحليل الكتير والتعليق الكتير وقوى محمد مجدي أفشا محمد مجدي أفشا هو في خطة النادي الأهلي هو البلاي ميكر حلقة الوصل اللي بينزل نص الملعب عشان يبني الهجمة ويبدأ يوزع لي الجناح اللي مين سواء حسين الشحات أو أجيب أو محمد شريف اللي بتعاد للتشكيل الأساسي إمبارحة أنا النهاردة جايب ثلاث حالات فقط هنقعد نفرج عليهم عشان نثبت بس للسادة مشاهدين نقطة مهمة جدا كابتاني وليه برضو حراركة طبعا خبرة ولعب تاريخي للكورة المصرية تقول لنا رأيك فيها النهاردة أنا كلاعب لما يوصل بي الحد الأقصى من المجهود البدلي هل ده بيأصل علي زهنيا في قراراتي ولا لا؟ مليون في المية مليون في المية وقبل ما نشوف الفيديوهات عايز أأكد لك كمان نقطة مهمة جدا الناس اللي لازم تعرفها قوة مجدي أفشا نعم بيأخدها من قوة حمدي وعمر صحيح؟ ليه صحيح؟ لأن حمدي وعمر لما بيقوموا أولا بعملية الضغط المباشر نعم واستخلاص الكورة نعم حيشيلوا مجهود بدني من على مجدي أفشا أنه لازم يرجع معهم ويؤدي الدور الهجوم يعني إحنا لو بنعمل ضغط وعمر صليح بيقطع وبيسلم مجدي أفشا مجدي هيبقى بنفسه نعم لو في عملية الضغط وقلالية شوية حيضطر مجدي أنه لازم يرجع ويقوم بأدوار دفاعية مضاعفة وبالتالي هيعمل مجهود مضاعف جميل جدا فده كمان ارتباط الاتنين الديفندر برقم عشرة ارتباط وسيط جدا لأنه تقريبا نحن نلعب أربعة ثلاثة ثلاثة بس بشكل مختلف إن المجدي أفشا هو راس المثلث لحمدي فتحي وعمر صليح وأخب من جام حضرتك إن إحنا لما نطبقوا على تاكتك اللاعب اللي قريدي بيتسو موسيماني جاي بيه من سانداونز نادي الأهلي مع موسيماني بيلعب بلعب ماتش استحواز إحنا بنلعب لعبة استحواز بمعنى إيه بنبدأ الهجمة عند محمد الشيناوي وبنعمل بلدنج أب بتاعنا باس من قدم لقدم وبنتحول من الشكل الدفاع الهجومي والكورة عن الأرض ما بنلعبش كرات طولية أو ما بنلعبش مثلا كرات عرضية مثلا زي نادي الزمالك نادي الزمالك مثلا طريقته مع باتشيكو واضحة جدا طريقة سهلة وبسيطة وممكن أي فرقة في العالم تعملها ودي الكورة على الجنب ورمي الكروس لداخل منطقة الجزاء وأي حد يا جماعة يخطف الكورة بسبب هذه الطريقة السهلة على المدافعين أي فريق سواء كان قوي أو متوسط أو حتى في مؤخرة الجدول زي ودي دجلة لو مجرد بس وقف تسعين دقيقة صحيح داخل منطقة الجزاء يقدر يخب منك تعادل ولو عنده مهاجم سريع يقدر يختفق في هجمة في آخر المباراة زي ما عمل غازل المحلة ويخب منك التلات نقطة ليه لأن طريقتك مباشر لابلعب كرات عرضية وانتهى الموضوع لكن النادي الأهلي طريقته صعبة بدنية طيب نروح لأول فيديو معنا وفيديو مدته أعتقد اللعبة اللي أنا جبتاها دقيقة ونص تعالوا نشوف كده مع بعض دي كورة في أول ست دقايق من ببراءة النادي الأهلي بيعمل البلدنج أب بتاعه والنادي طلاعي الجيش بيضغط مش بيحلق اللعيبة بتضغط أول كورة الضغط عليها وتحولت لانفراض لعمر جمال بدر بنون قدر بامتياز يعمل التاكلينج ويمنع انفراض لطلاع الجيش دي في نفس دي طيب الكورة رجعت لنا تاني وبدأنا ندور الكورة بالشكل بتاعنا بس واضح برضو كريم نعم إن مستوى الحركة فيه سلوم ووشن شوية جدا فيه بوت جدا على مستوى مقارنة بقابل كده قابل كاس العالم أندية البلدنج أب كان سريع يعني كنا بنشور حركة اللعيبة مافيش تحرك اللعيبة وقفة يعني لو نوقف الصورة كده مافيش تحرك يعني مافيش تحرك إحنا وقفين تقريبا الفجوة اللي مفروض يبقى فيها قفشة ما بين الخط الضهر وخط الوسط مفروض يكون بنبادر في الحتة دي فيه بطء في الحركة صحيح نادي الآن احنا كل دا يا كابتن هاني بنحاول نحن نلاقي صغرة عشان نوصل بيها لمنطقة جزائي وبص احنا عملين ندور الكرة كتير ليه مش قادرين نوجد الصغرة طيب حولنا الكرة من الجنب للجنب وآمن 10 بدأ ينطلق ونشوف مجد قفشة بيحاول ينزل بحاول ينزل هنا سرق المساحة الأجياء أجياء حاول يفتح المساحة مايقدرناش رجعنا بالكرة نلف بيها تاني كل دا احنا لو ممكن بس نسطوب هنا معلش لو نرجع سنة ونسطوب هنلاقي ان في الجانب الايسر فيه اربع لعيبة على خط واحد من يد الاهلي لما نبص كده بعيننا فيه المساحة اللي في نص الملعب يا كابتن هاني فضية تماما دا بسبب ايه؟ دا بسبب ان احنا اوتوف بوزيشن اوتوف بوزيشن كمان انا في رأي ان حمدي فاتحي هو اوتوف بوزيشن حمدي فاتحي المفروض يبقى قريب جدا من محمد هاني على القوس النحيا دي على اساس تحولت اللعبة تبقى اسرع يعني لو حمدي فاتحي فاتح الملعب شوية نحي على يمينه قريب من محمد هاني حتى الضغط لو كملنا الصورة الراجل بتاع طلع الجيش مش هيقدر يضغط كده يبقى هياخد الكرة ويسلم هاني وده اللي كان بيحصل قبل كده وبالتالي الكرة بتترحل للطرف الاخر وغصبا عننا بنعمل الميسباس اللي بيحول الكرة علينا لانفراد له اول انفراد لأحمد سامير في اول ست دقايق وانا شفنا الهاجمة كابتن هامي الاول هنلاقي نسطوب معلش هنلاقي ان احنا كان في انفراد هيروح بيا عمر جمال انقاذه بدر بنون وبعد كده احمد سامير خد فكل اللي هنشايفوه ده يا جماعة فاول عشر دقايق فبيدينا مؤشر اللي ايه مؤشر ان فعلا اللعيبة تعبانة بدنيا وبالتالي التعب البدني بتحول لتعب ذهني بيخلوهم مش قادرين ياخدوا قرارات سريعة قدام منافس فعلا بيعمل ضغطة علي يعني بالصراحة رغم الهزيمة احنا انا بشيت طبعا بأداء طبعا تلاقي على الجيش والكابتن عحين باسيونا عملوا مبارات حلوة جدا جدا قدامنا بس طبعا فارق الفانيات الفردية ما بين الفرقتين هو اللي حسم التلات نقط لينا في الاخر دي اول حالة كانت معانا وانتشوف منها او نستنتج منها ان احنا فعلا تعبانين بدنيا فيه تعبالتين الكورة اللي بعديها دي يا كابتن هاني دي في الديئة عشرة احنا بنحاول نضغط لكن نسطب معلش نرجع نسطب نجد الاهل بطبع يا كابتن هاني دايما بيعمل الضغط بطول الملعب على المنافس يعني بنضغط على المنافس من عند منطقة جزاؤه عشان نحول الهجمة اللي علينا لهجمة لنا والضغط دايما بتاعنا بينقسم لشقين شك ان المهاجم وصنع الالعاب بيضغطوا على حامل الكورة بالزبط لو نسطب معلش انا ااسف انا ااسف بس عشان نشرح الحتة دي صح لو نفتكر ماتشي الولادة كابتن هاني محمد مجدي افشا حول هجمة عن ندر الاهلي لانفراد للنادر الاهلي وخد منه الكورة وادر ان هو يجيب الهدف فبالتالي احنا مع مسلماني متعودين النادي الاهلي ما بيلعبش ضغط من نص ملعب لا خالص احب نضغط من نص ملعب المنافس وبنحول نحول الهجمة من عينا كريم انت في الاطار دوت احنا برضو عشان ناس يعني او احنا بنطلع بعض السلبيات لكن انت بتتكلم اوت اوف دا بوكس انت بتتكلم هو ليه النادي الاهلي ظهر تعبان احنا بيزبت اه وليه النادي الاهلي طبع ما عملش الضغط المباشر ليه كان فيه بطء في الاداق فكل اللي بنجيبه دوت بيدول انه لا فيه جزء كبير جدا من الهجهاج هنحل الكورة يبقى ما نجيش النهاردة نقول ايه ده مسلماني غلج في التشكيل فلاني لا ده اللاعب كان وحش لا 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 في نقطة مهمة ان اي موظف في الدنيا قبل ما يقدم الشغل التكنيكل او الفن بتاعه لازم يروح بهو كويس يعني هو بدنيا في كامل قوته يعني النهاردة مثلا لو انا مثلا مريض او عندي برد او عندي شيء اكيد مش روح الشغل بتاعي لانه تعبان اصلا فاكيد محدش هيطلب مني انا اشتغل لا وخاصة في كورة القدم الكريم هو دايما المدير الفني نعم بيعتمد بشكل كبير جدا على الجزء البدني طبع مفترات الاعداد بتقول كده ان انت مش هتقدر حتى تطبق اي شكل فني غير لما تعمل البيزيك بتاعك الاساسيات بتاعك صحيح هو الجزء البدني ويكون اللي يقطغ البدنية تسمح صحيح احنا بنتكلم ان انت اثارت نقطة مهمة جدا ان لو قلنا بنقول ان في بوت يبقى في ضغط مباريات كبير جدا طبع يعني النادي الاهلي كمان يعني على سبيل المساب نتكلم على فريق كبير زي البايرن البايرن بعد كاس العالم الاندية وممكن كان عنده تلاحهم في المباريات وكان عنده ماتشو لاتسيو وبعدين كان اتأخر اتعثر في اول مباريتين في الدورة الالمانية اتغلب من هوبنهايم وتعادل مع هيرتا برلين وبالتالي الجزء البدني مهم جدا اللي بنشرح به ان الناس اللي بتنتقد اداء النادي الاهلي لا من حقق تنتقد لكن فيه جزء مش متشاف يعني مش متشاف للناس احواتي بنتكلم كورة بمعنى ايه اننا النهاردة مش هادر اقول مجدي افشا انت كنت وحش اقول اوكي انت كنت وحش بسبب ايه لازم اقول السبب اللي انت لو قلتلي ان مثلا مباراة تصادف تصادف فيها ان محمد هاني مجهد حمد فاتحي مجهد عمر السلية مجهد مجد افشا مجهد دي صدفة لا دي مش صدفة ده اكيد الشكل اللي احنا شفنا ده او تلاحهم ان الخمس اللي ايه هدول مع بعض يبقى واضح ان هم مجهدين صحيح من المجهد المجهد واندي نقطة برضه هكمل لك فيها اكيد هم مجهدين والنقطة التانية ان كمان موسيماني عملية الروتيشن ان عندنا بعض الاصابات المؤثرة يعني عالي المعلول مش موجود في اصابات وليد سليمان مش موجود ناصر ماهر مش موجود يعني كل دي عناصر احنا اصلا قريدي جايين من دروب بالزبط فمستحيل مستحيل اي مدير فني في اول ماتش بعد الدروب وماتش هو مهم جدا في الدوري انه هيعمل تغيرات في التشكيل الاساسي بتاعه اكتر من لعيب او اتنين لعيبة ده ماكسما ما يقدرش يعمل ثلاثة او اربعة او خمسة عليه عشان ما يخلش به الانسجام بتاعفه مستحيل لو وليد سليمان مثلا مش مصاب كان هيبقى جزء هيسرع لك في ربع ساعة مثلا صحيح بس وضع في الاعتبار صحيح وضع في الاعتبار برضو ان انا عندي سيستم بمشي عليه في المباراة عشان اقدر نهاردة استغل الخمس تغيرات اللي معايا عشان ما هدش الفرقة ككل لكن احنا بنبين فعلا ان القرارات لعيبة الاهل ربما كان فيها بعض المشاكل مش بسبب فني خالص لا ده بسمهم فعلا لعيبة مجهدة ولازم اللي يحلل يبقى رحيم جدا في الفترة الحالية بالعبنة الاهلي ده مقاسف طالما قررت تحلل هتحل الكورة يبقى لازم تبقى رحيم لان الرياضي يعني بخلاف هو لعيب الكورة مش لعيب الكورة الرياضي اللي قدامك ده فعلا عضلاته اجهدت وصلت ليه المنطقة الحمراء خلاص لازم ياخد راحة لكن طبعا الجدول اللي محطوط والمسابقات اللي احنا بنلعب فيها احنا يوم السبت عندنا فيتا كلاب معرك معرك عندنا يوم الاربع الاسماعيلي مباراة طبعا اسماعيلي مستوى بعيد شوية مباراة فيها تنفسية وبالتالي مباراة صعبة بعد ماتش يوم الاربع انت هتاخد طيارة خاصة وتسافر كنشاسة عشان تروح تلعب فيتا كلاب ماتش الاياب وبعد جهة ترجع تلعب ماتش في الدولة وبعد جهة تلعب ماتش في الكاز وهكذا فبالتالي يا جماعة اللعيبة فعلا لازم نبقى احنا رحماء بهم شوية يعني في تحليل ما اقدرش مثلا ما اقدرش حللهم انا كالنهاردة كراجل محلل ما اقدرش حللهم الماتشات دي زي ما احللهم ماتش ما بينه وما بين الماتش الورا عشرة ايام مزبوط وبالتالي الحمد لله الحمد لله انا اعتقن فيه فاطر الدراقف ده وبالرغم عن كده برضو بنتكلم فيه اجهات كبير جدا للعيبة فيه فيه اصابات كتيرة فيه غيابات وبنتكلم على فيه ايجابيات خرجنا ما من المباراة اه اتكلمنا على السلبيات ومهم جدا ان انت اتكلمت في نقطة او تفدابوكس ان الناس شايفة طب الاهل وحش ليه فيه جزء تاني اه فيه جزء فني شوية لازم تزبط لكن الجزء الكبير ان ما تقدرش تزود فيه الفنيات ان اللعيبة مجهدة وبالتالي الانتاج الفني اقل بالزبط من المعهود لكن فيه ايجابيات يعني زهور زي ما انت قلت زهور الشناوي بمستوى اكتر من رائع استمرارا لتقلقه بشكل غير عادي اجاييه نتكلم على عوضة اجاييه بامتياز كبير جدا جدا كمان خلي بالك على مستوى التغييرات انا شايف ان التغييرات كمان مسمانية في نهاية المباراة عمل مش هقولك طفرة لكن عمل اداء هجومي بشكل كبير جدا نزل لعيبة لعب اربعة واحد اثنين ثلاثة اثنين وبالتالي كان فيه كسافة هجومية فده كمان يحسب يعني زي ما نتكلم على الواحش نتكلم كمان على الحلو اكيد طبعا ان الاهلي هنا بقى النقطة يا كابتن هاني ان انت عندك فرقة واسم لعيبة كبير يعني اجاييه النهاردة هو مبارح جون الهدف الاول مهارة اكثر من رائعة ايزا يتخط نهاردة الهدف هدف فقرنا بالهدف بتاعت فلافيو ايزا انت بتحط الهدف اخر زاوية بعيدة عن الحالس لازم تلوه محمد بسام صعبة جدا لو مش بدنيا فدت مش هعمل ديه صحيح كبيرا يعني لو مش وعف على رجل مش هيوصلها ضعيف وتكملها في الهدف التاني انك تجيب هدف بالشكل ده في الدقيقة تسعة والثمانين وكمان توفير ربنا صحقة تعالى ليك فيه صحيح بلوقت ده مش هازين برضو ننساء ليه ان فعلا اللعيبة قدمت اقصى ما عندها وصاب بصراحة بقرنا تاني بقرنا تاني طالعي الجيش قدم مباراة بدانية كبيرة جدا 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 بس تاني فيه اختحاصة اه لكن لازم نقول السبب حتى لو جبنا هو مثلا طبعا ده الهدف بتاع العجائب طبعا طبعا الهدف رائع جدا انك تحط الكرة في الزاوية البعيدة انا كلمك برضو الناس اللي بتنتقد برضو افشا نعم خلي بالك افشا عامل الكرة الكرة دي تتعملت زي ما بيقول بالمليمتر يعني الكرة دي لو اطول شوية او اقصر شوية ما اعتقدش هتبقى هدف فكمان افشا رغم ان الناس بتنتقد شوية لكن زي ما بتقول العامل البدني يمكن اقصر شوية لكن استلامه والبصة وحاطت الكرة بالمقاس مع طبعا تفوق كبير جدا جدا من اجايه عملية الجمب عملية التوجيه عملية سرعة الكرة في الزاوية البعيدة فده يعتقد حاجة هيلة بصراحة لو ايه ده لنا بس نجيب الفيديو التاني اللي كان معنا باش هنكمل بس حاجة بقى في الهجمة اللي كنت عايزة وليها فيه هجمة طلاعي الجيش ونشوف بفعلا احنا بدنيا مش قادرين نرجع وبرضو في الهجمة اللي بعدية هنلاقي برضو نحنا عندنا مشكلة في اي فريق بيعملها ضغط يعني محمد مجدي افشا دي الهجمة اللي كنت بكرة عليها في الديئة عشرة هنحاول طبعا نطبق اللعيبة بتبزل اقصى حتى دابل برس هنا حاولنا نعمله ما فيش قوة بدنيا حنرجع للعودة ليه نص من عم بس هنا لازم نحترم ان اللعيبة بتقدم اقصى ما يمكن اقصى ما يمكن لها بنضغب من عند المنافس ومنافس كان قوي جدا جدا بدنيا بعد اللعيبة اوتوب بوزيشن تاني حامل فتحي اوتوب بوزيشن وبالتالي بيه صغرة كل دا يا كابتل هاني بدنيا ونروح حتى للفيديو التالت هنلاقي برضو في الديئة في الفيديو الاخير معانا في الديئة 85 برضو هجم علينا كل دا بدنيا يبقى انتا نهاردة انت بتحلل اه فيه مستيك فيه غلطة حصلت لكن مش غلطة فنية مش غلطة تيكتيكية مثلا هو دي في الديئة 86 الكورة طلع بيها الشناوي في قلب الملعب واتلعبت ليه مجدي افشا واتضغط عليه على طول هو بدنيا مش قادي خاصة تنية المباراة بقى وبتحولت علينا لهجمة مرتدة كل دا بدنيا دا بقى كل دا ياخدنا للسؤال المهم جدا 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 عشان ارد انا بيه على المنطقة دي لنفترض بكرة الصبح بكرة الصبح استعارنا طبيب باير ميونخ واستعارنا طبيب مان سيتي اكتر فرقتين بشوفهم فوجة نظر في الوقت الحالي يعني فيهم روتيشن كويس وطبعا جوارديولا حول تاكتك بتاعه داكتك دفاعي عشان يوصل لكم الدولة الانجليزي ويوصل الاداء الرائع في وان شاء الله ربنا يوفقه يصعد للفاينال واستعارنا دا كاترة واستعارنا كل ناس كويسة وانوا يا جماعة احنا اللعيبة بتاعتنا تعبانة عادينا لو سمحتوا منرجحهم فت بعد بكرة نعمل ايه؟ بجد والله دا سؤاله سؤاله ان نعمل ايه؟ هيقول لي مفيش حال اللعيبة دا تريح اللعيبة دي تعبانة من ضغط المباركة ومن تلاحم الموسمين وكمان احنا قريد طلعين من ناسية خالص ان احنا عدنا اربع شهور ما بنلعبش كرة خاصة بنعناها بسبب ظروف كورونا وجبنا اللعيبة دي فجأة مرة واحدة ضغطناهم فيه وكان لزيمن بصراح ان دا كان قرار جاي جايك بس دا ايه؟ دا ايه؟ دا المجال بتاعنا على حساب المستوى البدني دي ظروفنا للنادي الاهلي خلي بالك برضو كريم نعم طبيعي جدا ان في وقت من الاوقات لازم الكرب البدني هيوقع صحيح يعني مستحيل فرقة عندها موسمين بهذا الكم من المباريات وتلحم مباريات كل ثلاثة ايام تقدر تحافظ على المستوى البدني لفترات طويلة المهم في الموضوع ان انت في حالة وده دي مهم يعني دي صفة الابطال انت حتى في الحالة البدنية انك مش قادر انك بتكسب نعم بتكسب مباراة في ديئة تسعين صحيح دا شيء يحسب للعبت النادي الاهلي ويحسب للجهاز الفني انك الحمد لله غاد الوقت احنا مخسرناش بطوله احنا كسبين سلاسية وعندنا لسه السوبر وعندنا سوبر تاني وخدنا ثالث العالم ان شاء الله وحجيلك في موضوع الدوري وشكل الدوري السنة دي تعادل النادي الزمالك النهاردة مع وادي ديجلة بيديك كمان دفع انك هريب جدا ان شاء الله انك تكسب مباراة تتبقى يعني كل الظروف ان نتكلم عليه نادي الزمالك لم يجهد مثل النادي الاهلي في الفترات الأخيرة وخسر اعتقد ما يقرب من سبع نقاط قدام فرق في النصف الأسفل من الدولي النادي الزمالك لم يجهد مثل الاهلي لعب ثلاث مباريات في المونديال مجهدين جدا جدا وحتى احنا كنا بنشيل وقلنا الحمد لله اللي حقا فينا على رجلنا بس طبعا اكيد فيه تماما دون مشقالات نقطة برضو مهمة جدا كابتنا هاني يا جماعة واحنا بتحل الكورة فرق تماما وانت بتحل الكورة حقيقية وهي مش بلاي ستيشن في البلاي ستيشن احنا بناخد اللعيبة فت يعني انا بخش على فرقتي الجهاز اللعبة الفيفا او البي اس ميديني اللعيبة بتاعت فرقتي وهم فت انا هدوس على الزرار كارت الفتنس اللي الناس بتحب تلعب الألتيم تيم انت هدوس على كارت الفتنس هيديك اللعيب بتاعك فت في ثانية تقعد تلعب به ليه تمطش في اليوم انت حر بيش مشكلة في الحقيقة مفيش الكلام ده انا بتتفق معك لان انا يمكن انا مريت بمراحل زيدية كتير في حياتي كلعيب كورة ويمكن في ألمانيا بالذات مفيش رحمة لدوريات يعني الماتشات كلها عملية الاستشفاء بتبقى مهمة جدا لكن مفيش هناك برضو عشان الناس تقولك في أوروبا موضوع مختلف ان ده فيه فترات راحة اجباري لازم لازم تكون موجود بتبعد عن الكورة خالص بتستعيد شفاك ترجع جعان كورة بلغة الكورة اللعبة النادي الاهلي يعني محرومة من جزئية ديت مع الجزء الاخر اللي بأكد عليه رغم كل اللي بنقوله ده لكن النادي الاهلي بيكسب والنادي الاهلي لغاية دلوقتي مخسرناش بطولة احنا كذبانين تقريبا كل البطولات اللي دخلناها على المستوى الفني اكيد في بعض النقاط الفنية اللي مسماني نفسه قال ان انا لازم اصلح فنيا شوية لكن على مستوى التشكيل انا شايف ان التشكيل بداية كان تشكيل رائع نعم يعني بدأ مثلا محمد شريف بدأ بالاجنحة زي ما اتكلم في المؤتمر الصح في التغييرات في الشوت التاني تغييرات افضل من التأخيرات التغييرات مثلا في المباراتين اللي قابليها وطبعا محمد شايفنا كويس جدا جدا حاج فتحت الحتة دي محمد شريف نقطة مهمة جدا اللي لازم برده بان ننسوا اخد بالها منها وهي طبعا ان احنا يعني اعتقد اعتقد اثبتنا بالصورة واثبتنا بالارقام وبالدلائل ان احنا اكبر مشكلة بتواجهنا في الوقت الحالي هو الاجهاد البدني وبالتالي خط الوسط ومركز صنع اللعب بلاي ميكر بتاعك لما يبقى قراراته متأثرة بالاجهاد البدني اكيد عدد المحاولات اللي هيحط فيها المهاجم الصريح اللي عندك هتقل لان انا اكيد انا عامل زي يعني اللينك اللي بديك المساحة او المحاولات عشان انت تترجمها وتحولها ايه كان عنده ما عندوش امداد عالي لان اللعيبه زميلي تعبنين فلازم احنا دايما نفكر بتفكير التيم وهنا بقى كابنهاني عايز اقحم الجمهور معانا في الحتة دي دايما بنقول ان الجمهور هو الطرف الاكثر حرية في المنظومة انت حر تماما عبر عن اراءك وقول فكرة وكل شيء ولكن في النقطة هنا مهمة بقى الجمهور النادي تكر وخلي بالك ان في الاوقات دي اللعيبه محتاجة دعم طبعا ان هم تعبنين طبعا انت بالضبط ببساطة اهو واحد مثلا عيان فانت متروحش تقول له انت متشورك وحش انت اول حاجة تقول هالو سلامتك وحاوش ادحيلك واحنا معاك وما فيش مشكلة حاوع قد مطادر واحنا هنساعد وهنتقبل وهو اولا دا اللي احنا بنقوله دي يعني دي الامور اللي احنا تعودنا عليها ودائما جمهيري النادي الالف فزر في الوقت الصعب يا كريم احنا مش فقط صعب بس النادي الالي بس مهم اللعيبه دلوقتي اكبر مشكلة بالنسبة لهم فعلا والجهاز فاني بيحاول قد ما يقدر ان هو يحافظ على رتم الفريق والسيستم بتاعه ما يكسروش وفي نفس الوقت يحاول يدي اللعيبه بره من الراحة عشان يستعيدوا الشفاء بتاعهم ويبقوا فت للمنافسات الجاية وبالتالي هنا النقطة المهمة النقطة المعنوية ان اللعيبه يا جماعة برافو عليكو وقدلتوا تجيبوا الهدف وفيه توفير رباس حوات عالى يعني رباس حوات عالى بيدي دايما التوفيق للمجتهد واللي بيحاول هو يقدم اقصى 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 ما في امكانه مين كان يقول النهاردة ان احنا في ماتش بايا مينخ نطلع بعد التسعين دقيقة اتنين صفر بس قدام فريق طبعا كان يعني رعيب هو بس زي ما انت بتتكلم كريم اه يعني دايما تنتقد وكل حاجة لكن في وقت من الوقات الفريق محتاج للسوبرت بتاعك الجهاز الفني محتاج للسوبرت بتاعك حتى لو مش راضي على اداء بشكل كبير انت شرحت جزء مهم جدا ان المجهدين في عملية اجهاد وبالتالي الاجهاد مؤثر على الحالة الفنية كل ده يتحطت كده في بلورة صغيرة ونقول احنا سوبرت الفريق احنا ورا فرقتنا ورا الجهاز الفني لان المشوار طويل مشوار طويل ومشوار صعب وحيبدأ كمان انا في اعتقادي ان المشوار كمان مباراة مباراة يوم السبت مباراة مهمة جدا جدا لتحديد بقى المشوار اللي جاي شايف المباراة دي ازاي على ملعبنا بنلعب قدام فرقة فنيا لا بأسة بيها عندها برضو معنويات عالية كسبانا برا ارضها اربعة واحد شايف المباراة ازاي دي فنيا بعد مباراة سم كنا احنا اتكلمنا وقلنا ان بيتسو موسماني بيتعرض لمجموعة من الخبرات يعني بيصلح بيها حاجات كتيرة في الفرقة وكبين رؤيته بتتضح للفترة الجاي وانا في وجهة نظري ان احنا هنمشي ان شاء الله في ماتش فيتا كلوب بشكل امثل او شكل مشابه للشكل النادي الاهلي يعني لعب بيه او التشكيل لعب بيه قدام طلاع الجيش من حيث احنا منحاول على قد ما يقدر بيسابت التشكيل بسابت التغييرات طبعا هتبقى في مراكز محدودة مهمة جدا 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 ان الفريق لازم يحافظ على الشيك تاعة كابتان هيا نتكلم في نصف تاني خاص من الموسم فلازم يحافظ بقى كمان يحافظ على السلوب بتاعك والشيك بتاعك التغييرات في ادية الحدود يعني عند الحاجة فقط وبإذن الله بإذن الله احنا نقدر في يوم السبت اعتقد ان شاء الله فيتا كلوب يلعب معنا اوبن جيم ويبدأ يعني ما نلعبش مباراة مقفولة نقدر نحدد يعني او نعمل بعض المحاولات في بداية المباراة لان اعتقد او في الوقت الحالي لو احنا بقى مهم جدا جدا واحنا عارفين اي هتعبنين نحاول نستغل كل الفرص اللي تتاح لنا دي مهمة جدا انت معندكش رفاهية انك تضيع فرصة لأ انت غير ما نحن في الوضع ده طب يا جماعة محتاجين بقى اي فرص تتاح على مرمى المنافس حاول فعلا تستغلها ليه لان انت ممكن في المباراة ما يبقاش عندك رفاهية ان الفرقة تستحمل ضياع الفرصة وهدي مثلا مباراة اتحاد السكنداري كانت في الدورة قبل ما نخش في المعمعة بتاعة الزحمة الكتيرة ماتش تكتير بعد كده ماتش تحاد سكنداري احنا احرزنا اعتقد اربع اهداف في ستين ديئة وضيعنا حفنة 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 من الاوطاة اهداف في ستين ديئة وضيعنا حفنة من الفرص فانت ممكن تضيع زي ما انت عايز ليه نقول ريدي انت متقدم في النتيجة لكن لو مباراة ما زي ما بلحت زي طلع الجيش بتعادل واحد واحد والوقت مش في ايدك قوي فانت محتاج انك تستغل كل فرصة تتاح لك واتمنى يبقى الناس كلها شايفة اكيد اي فرقة في العالم فيش حد كامل كلنا عندنا مشاكل كلنا بنحاول نصلحها ولكن اكبر مشكلة محتاجين نحط ايدنا عليها في الوقت الحالي ونقولها بكل صراحة هي ان الاجهاد هو اكبر مشكلة عند النادي الاهلي بعد الفترة الاخيرة اللي اتضغط فيها من المباريات انا بحييك كريم على التحليل الرائع ويمكن اوتب دي بوكس نقطة مهمة جدا مكان ناس كتير مش وقدة بالها من عملية الاجهاد نتمنى ان شاء الله بالرغم عن كل ده النادي الاهلي كمان قدر يكسب المباراة في بلاس تسعين زي ما معودنا سوبرت لفرقتنا سوبرت للجهاز الفني زي ما انت قلت الجماهير النادي الاهلي الحقيقة في الوقت دوت مش هقول انه وقت صعب لكن وقت محتاج فيه لعبة النادي الاهلي والجهاز الفني ومحتاجين الظهر والظهر مين هو جماهير النادي الاهلي احنا في مشوار صعب منافسات قوية جدا لعبتنا بيقدوا اقصى ما لديها الجهاز الفني بيحاول يصلح من اخطائه كل دوت ورا سوبرت جماهير النادي الاهلي بتحب النادي الاهلي وان شاء الله متمينين كل النجاح لفرقتنا بداية ان شاء الله من مباراة يوم السبت كريم بنشكرك شكرا جزيلا يعني امتعتنا كالعادة مرسي يا كابتن هاني وشكرا جزيلا لكل جماهير الاهلي وتاني الف من يوم مبروك الفوز انبارح وان شاء الله بإذن الله بإذن الله نوصل النقطة الستة ان شاء الله بإذن الله شكرا شكرا لك يا كريم دي كانت نهاية فقرتنا الاولى بعد الفاصل ان شاء الله نجم النادي الاهلي السابق عبدالله فاروق